اتشافت ان اجمد حاجة في الكون واللي هتخليك تحقق احلامك هي ان انت تجذب ايوة تجذب ازاي تجذب وتعيش الكتبة بمعنى ايه عارفين اللي هو ايه ده بيجذب ومصدق الكتبة ايوة اجذب وصدق الكتبة وكل اللي انت بتجذبه هيتحقق لو انت بتجذب على صاحبك وبتقوله انا معي عربية بيقام او انا عايش في فيلا وانت مصدق الكتبة مع الوقت الكذبة دي هتبقى حقيقة انت بتعمل جذب من غير ما تشعر عقلنا البطن مش بيفرق بين الكتب والحقيقة بين الواقع والخيال فلما تقول لحد انا عايش في فيلا وانا قاعد في كنباوند وانا عندي عربية كذا عقلك البطن بيتخيل ان انت فعلا عايش الواقع ده وبعد كده بيهيئك عشان تحقق الاكاذيب دي وتبقى حقيقة وانا صغيرة كنت بجذب على صحابي وقولهم ان انا بسافر على طول وانا بروغ واجي وعلى طول برة مصر وانا اساسا عمري ما طلعت برة قطي ولكن تمر السنين ولاقيني حققت كل الاجذيب اللي قلتها كنت بجذب عليهم وبقولهم ان انا هشتري عربية فخمة وان انا عامل معي فلوسها اصلا وان انا معي دايموند وان انا كل الاجذيب دي بقت حقيقة الاهم من انك تجذب ان انت تصدق الكذبة وعقلك يصدقها علشان انت كده بتعمل جذب وانا صغيرة كمان ما كانش عاجبني الاوضاع اللي انا عايشة فيها فكنت لما بزع الاودية بقول مش مشكلة دا وضع مؤقت كده كده وكنتش عارف ان دا قانون الجذب ان انا بجذب الحاجات دي لحياتي وان اللي انا كنت برسمه في خيالي اصبح النهاردة حقيقة فعلا انا عايشها حتى صحابي وكل الناس اللي حوليها المستغربين بيقولولي كل اللي انت كنت بتقوليه اصبح حقيقة النهاردة عايش الكذبة عايشها عايشها واجذب علي نفسك مش بسع اللي حواليك اجذب علي نفسك وهيقلي نفسك ان انت عايش في كومباوند اشتركوا في القناة